بالمناسبة مجلس إدارة النادي الأهلي استعرض في هذا الاجتماع ملف الإنشاءات والمشروعات على مستوى جميع الأفرع ومتابعة سرعة تنفيذ هذه المشروعات استمع المجلس إلى شرح مفصل من المهندس سامح علي كامل وهو المستشار الهندسي لمجلس الإدارة اللي استعرض آخر التطورات في ملف الإنشاءات بفرع النادي بي الشيخ زايد اللي طبعا بيتضمن مقر الأكاديميات والمبنى الاجتماعي المقام على مساحة 122 متر بكاف التجهيزات وبقى طبعا والمسجد الجديد واستكمال المنطقة الخدمية المحصورة بين المبنى الاجتماعي الجديد ومجمع الصلاة وتجهيزها بشكل مميز طبعا بالمساحات القدراء ومناطق جلوس لخدمة الأعضاء كمان استعرض المجلس كافة المشروعات التي تم الانتهاء منها في فرع النادي الأهلي في القاهرة الجديدة وكمان آخر أعمال التطوير لحمام سباحة التربية والتعليم وتجهيزه لاستخدامه في الصيف المقبل إن شاء الله حلوة قوي خلينا كمان استكملا للأخبار الخاصة بالنادي الأهلي مجلس إدارة النادي قرر إعادة هنا تشكيل مجلس إدارة شركة الأهلي للخدمات الرياضية هيعرض على الشاشة قدام حضراتكم دلوقتي كل الأسماء التي استجدت عشان برضو إيه حضراتكم تبقوا عارفين إيه الجديد ومين دلوقتي المسؤولين الجدد